من بعد التطور اللي صاري مبارح من قبل بعد شباب من حركة أمل باتجاه خناة الجديد أي موقف لوزير الأعليم؟ أي خطوة على الأرض حتى لما يترجع تصير هالأمور؟ صحيح أنا سأقوم بالاتصالات بالقياديين في حركة أمل ولا أعتقد أن الأمور تتطلب هذا الشيء علماً أن يجب الحفاظ واحترام حرية الرأي وكذلك احترام الرأي الآخر ممكن التعبير عن رأيهم بطريقة أخرى وسأتصل بهم لهذه الغاية وقد اتصلت بالسيدة كرمة خياط كذلك واستنكرت أي اعتداء مادي على قناة الجديد لأن حرية الإعلام يجب أن تحترم وتحترم حرية الآخر وحرية الليقات والأداب العامة وهذا هو مشروعنا ومشروع الجميع بأعتقد على رأسهم دولة الرئيس نبيه بري الذي لا يرضى بمثل هذه الأعمال مع الوزير هل بعد بكتفى بالاستنكار وبالبيانات ولا لازم يكون في شيء جد لحماية الصحفين وأيضاً الكنوات لأنه بأي لحظة ممكن يكون فيه أي رصاصة أي شهيد بركة بل أنا أعتقد القوى الأمنية كانت موجودة وقامت بواجباتها مثل ما لازم حد قناة الجديد وإذا فيه أي داعي لتحرك أكتر فيه ممكنية أن نتواصل لنعمل اللازم